السلام عليكم ورحمة الله يا اخوان معكم احمد بهاد الفيديو راح اشرح مودل على يورو يو اس دي او بشكل عام يتكرر بالسوق بالسمارت موني كيف ممكن استفاد منه في حال مثلا احيان بمناطق الاكستريم ما بيعطيك دخول يعني اعلى order block عند القمة الحقيقية اللي تعلمناها بالpullback ممكن يكسر السعر ولكن الكسر هون يصير كسر بزيل يعمل سحب سيولة اوكي هدا هو payside liquidity تمام ها نشرح كيف ممكن استفاد منه كيف ممكن ندخل في خصوصه مثلا اذا انا حاطة اتأمر وضربلي stop بديرجع استفاد بالصفقة يعني ما ضربتلي stop وما اقلقت ما عملي تغير في الاتجاه كاي حضر Whats i احضر طبع قمة كسرت لا يتأكد هاي القمة اللي حتى ياخدلي lattement so станки door here هيك. صار هون. اخذ الاندوسمنت هي. اذا انا بدي اندوسمنت تحت لحت تتأكد هاي القمة تصير عندي قمة صحيحة. تعمل لي تشوك. انت دوما احفظوا شغلة. القمة الحقيقية اما تشوك او باي سعيد ليكويديتي اوكي? اذا كسر في اغلاق اذا change of character. اذا كسر كسويب سحب سيولة بزيل. فاذا انا عندي فرصة الدخول عكس. عكس الاتجاه اللي لازم هي يعني مع الاتجاه الهابط اساسا واتجاه الصعب. تمام? نشوف السعر كيف مشي معنا. اوكي عملنا اندوسمنت. تمام? عندي منطقة للدخول. اوكي عندي ممكن بهاي المنطقة انا يكون عندي دخول. تمام? شوف السعر. شوفوا يا اخوان. اتقل الاندوسمنت لهاي المنطقة. اوكي? هاي واحد. انا ممكن صار عندي دخول بهاي المنطقة. تمام? هاي تم التخفيف مننا. ممكن انا عندي دخول بهاي المنطقة. رجع السعر هون ما اعطاني اي اندوسمنت اي شيء. تمام يا اخوان. السعر سحب الاندوسمنت. وصل للمنطقة اللي محددينة. احنا فعنا اعطاني بعض التفاعل. رجع كمل وصعد. لو ننزل نحنا اصغر. فريم الخمس دقائية. اللي اللي لتلكم ندخل مني. شوفوا يا اخوان. السعر. ااا. تمام? صعد بهاي المنطقة. نزل الكسر لي هون بزيل. تمام? هدا لي ليعتد فيه الكسر. وهنا صار عندي الكسر الحقيقي. الكسر هاي المنطقة. هون صار عندي ماركت structure check. اوكي? وعندي endorsement. تمام? وعندي endorsement يعني انا عندي فرصة دخول هون ولكن شفو يا اخوان ما عندي order block ما عندي fair value gap اعلى ال endorsement ادخل منه يعني ما في عندي اي منطقة ممكن ادخل منه. هاد اللي علمتكم يا سابقا اوكي? فازن التغت عنا هاي المنطقة. نرجع نحدد منطقة تانية لندخل منه مسالها. لوين ضل عندي منطقة مهمة مثلا عندي هاي الفير value gap. السعر ما تفعل مع عبدا وظل نكمل سعود. عندي هاي المنطقة ممكن تكون جيدة للدخول. هاد ازال اللي سحب السيولة فعليا. هلا بصل السعر لهاي المنطقة. اوكي? نشوف هلا عندي فرصة دخول هون. طبعا هادا قاعي. بدي انتظر يصير shift انا عندي. اوكي هون صار عندي شغلة مهمة. السعر سحب السيولة اوكي? من روح افريم السعر ونشوف شو صار عندي. تمام يا اخوات سعر سحب السيولة. على اول خطوة ممكن انت تاخدها. اول خطوة انك تاخد شمعة نفسها اللي سحبت سيولة. خط stopك علىها. استهدف اول قاع. ليش اول قاع? انه عنا شغلة مهمة انه وقت صار السويب عم يعطيني ملامح انه طرى الاتجاه ممكن يتغير اوكي? اتجاه ممكن يتغير. فانا باخد بيع قصير المدى او بعمل break even بكير قبل ما استهدف هاي المنطقة. ولكن فعليا انا بستهدف هاي المنطقة ما عندي اشكال. تمام? ولكن بحاول هون سكر جزء من السابقة عند اول منطقة هون بهاي المناطق تمام? هي اول خطوة ممكن ادخل فيها. ثانيا ممكن نزل عفريمات اصغر ودور عدخول. ما عندي اي اشكال. تمام? اذا انا اول دخول دخلته هون. هلا صار عندي هون shift لو كسروا المنطقة. اوكي? تدور عدخول على الخمس دقائق. طيب. اوكي. طيب نشوف السعر مجرد ما كسر هاي المنطقة. ما اللي شايف تعطاني فوق inducement حاليا عندي inducement. اذا بدي انتظر فرصة دخول هون. هلا يا اخوام نشوف هون ما في اي inducement حاليا. طبعا يا اخوام مجرد ما سحب سيولت هاي المنطقة اللي احنا محددينا كهدف. خلص انا ما اا ما عاد عندي دخول مجرد ما سحب هاي المنطقة. دخولي الاول دخلته. الصفقة بتمشي معي ممتازة جدا يعني اا ممكن اطمع عشر ريشو يعني جيدة جدا. لهيك نحن ندخل اكتر من دخول لانه في العادة عندما بيعمل swap بالسعر فمنلاقيه فجأة نزل نزول قوي جدا تمام? احيانا ممكن يكون نزول قوي جدا. من صانع السوق قمة حقيقية سحبه. يعني ضرب كل المتداولين ونزل معه السعر. هادا كان موديل اا بصير على اليورو يو اس دي كمان يتكرر على الزهب. بتمنى اا فهمتوا الفيديو. وزا كان الفيديو شوي صعب عليكم ارجعوا عيدو. وبقلكم السلام عليكم. كان معكم احمن.